السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من البسبوسه ده اسيميت كس فانيلية مع علقتين من جزل هند لو أريد فيهم إذا لم تحب بجزل هند ممكن تستغني على الأمام بس بيديو تعمل حلف البسبوسه رشه صغيره خالص من بيكين بودل على حرف المعلقة أقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض وبقى الخليط كده معايا جهز هسيبه بقى على جنب ونشوف المكانات التانية اللي معايا معايا هنا نص كباية من السكر كباية اللي ربع من السمنة كباية اللي ربع من اللبن اللي هو الحليب ومعايا هنا هحتاج معلقة من العسل الكولوكوز في حاجة كده هتحط على النار هحط نص كباية السكر وهحط عليها الحليب والسمنة هنحط كده المكونات كلها على بعد الطريقة دي سهلة جدا ونكحة من اول مرة جربوها ان شاء الله هتعجبك في عشر دقائق هتبقى عامل احلى سنية بسبوسة هنزلت كده المكونات كلها على بعد هدف بقى عليهم معلقة كبيرة من العسل الكولوكوز لو متوفر عندك دفئ او ممكن بدله شربات تقيل او عسل نحل لو مش متوفر خلاص هقلب بقى المكونات دي كده وهرفحهم عناه لغاية ما المكونات كلها تدوب مش عايزهم يغلوا انا عايزهم يبقى دافين بس هرفحهم كده عناه لغاية ما السمنة تسيح ويدفو كده معي خلاص كده انا جهاز السنية بقى 30 وده انتها سمنة واصب بقى الخليط بتاعي دافي مش بيغلي السكر كده داب والسمنة دابت معي هقلب بقى الخليط كويس كده مع بعضه من تحت الفوق كده واخلط المكونات كلها لغاية ما السمنة كله يتشرب معي كده للموادي السيلة كلها هقلب بقى كده كويس المقدار ده بيغم السنية مقاس 30 انا جايزتي كده السنية وده انتها سمنة زي ما انت شايفة كده هقلب بقى بعد كده حطها في السنية دي اسهل طريقة جماعة البسبوسة جربينها ان شاء الله هتعجبك في 5 دقايق خلصت معي وبقت جاهزة وتطلع معاك تحفة جدا هحط بقى الخليط بتاعي كده في السنية هوزع بقى الخليط كويس كده بالمعلقة كده وفرده في السنية كلها هوزع عشان يبقى كله بقى متساوي في السنية بعد كده ممكن تبلي كده حرف المعلقة بالمية وتساوي وشي السنية كلها عشان خاطر تبقى السنية متساوية معاك انا خلاص فردتها كده وبلت حرف المعلقة مية وساويت السنية زي ما انت شايفة كده اغبطها خبطتين كده على الروخيمة كده بس كده تبقى متساوية معايا مزبوطة دخالها بقى الفرن لغاية ما تستوي معايا وتحمر وبعد كده نجاهز بقى الشرباط بتاعها هنجاهز بقى الشرباط معايا كباية ونص من السكر كباية ونص من المية وعصر اللمون هضيف كده السكر وهضيف علي المية وهضيف علي عصر اللمون طبعا شرباط البسبوسة بشرباط خفيف هقلبه بس كده معايا وهنرفعه على النار هياخد جادبك معايا كده خمس زي يغلي وبعد كده هبقى جهز معايا هنا خلاص البسبوسة خرجت معايا من الفرن هي سخنة والشرباط كمان سخن هسقيها كده بدأت تشرب معايا الشرباط اهي هسقيها كمل تاني هي تاخد كمية الشرباط دي كلها هدعها بقى هي ايه الكمية الشرباط دي على قد البسبوس شربت كده هدعها بقى الشرباط خلاص كده حبيبي بعد ما شربت الشرباط بيتجازم جميلة معايا هي هسيبها بقى تهدى شوية كده ونقطحها ونشوفها مع بعض انا سيبتها بقى تبرد شوية عشان خطرة اقطعها لكم ونشوفها كده سوا هقطعها لكم بقى حتة كده نشوفها مع بعض ما شاء الله جميلة جدا بسم الله بسوا تاريها معايا جميلة جدا والسومك بتاعها جميل ولونها ما شاء الله حلوة جدا بسوا شكلها تحفا جربوها والله يا جماعة جميلة جدا بسوا تاريها معايا ازاي ومرملة وجميلة اتمنى بقى الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته